بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبناء بناتي الطلبة الأعزاء أهلا وسهلا بكم في رحاب جامعة الإسراء تعليم الإلكتروني معكم الدكتورة سمر عطلة لشرح الفصل الثالث من مساق الإدارة الدولية بعنوان التجارة الدولية في هذا الفصل سنتناول معرفة أهم النظريات المفسرة للتجارة الدولية بعدما تعرفنا على ما هي التجارة الدولية في الفصل الأول وهي عبارة عن تبادل السلع والخدمات خارج حدود الدولة الوطنية وهي أحد أقسام الإدارة الدولية بجانب الاستثمارات الأجنبية وهي التي تعتبر مرآة لاقتصاد الدولة ومدى قوة الدورة على الاستيراد والتصدير أيضا التعرف على أهم الأطراف الفاعلة في التجارة الدولية وكذلك فهم طبيعة ودور منظمة التجارة العالمية ومن ثم التمييز بين مختلف السياسات التجارية الجمركية وغير الجمركية أيضا تشخيص أشكال ومراحل التكامل الاقتصادي ومعرفة الهدف منها بالنسبة للتجارة الدولية نؤكد أنها هي أحد أقسام الأعمال الدولية وسنتعرف على أهم النظريات اللي حاولت تفسير ظاهرة التجارة الدولية من خلال عدة أطر نظرية لفهم المنطق الاقتصادي وراء الأعمال الدولية وماذا سنستفيد عن أو سنجاوب على بعض الأسئلة وهي كالتالي لماذا تقوم التجارة بين الدول؟ أيضا ما هي الفوائد من التجارة والاستثمار؟ كيف يمكن لبعض الدول أن تحافظ على مزايا نسبية مقابل غيرها من الدول الأخرى؟ وسنتحاول أيضا التعرف على حوكمة التجارة الدولية من خلال استعراض بنية النظام التجاري الدولي وأهم مؤسساته من خلال الإجابة على هذه الأسئلة وتعرف على أهم النظريات التجارية الخارجية أيضا والاستثمار هناك الكثير من النظريات التي لا يتسع المجال هنا لذكرها ولكن سنعرض التفصيل بعض هذه النظريات حتى يمكن فهم الأسباب الاقتصادية التي أدت تاريخيا إلى تطور الأعمال الدولية ووصلت بالصورة التي عليها الآن ومدى أهميتها في العالم ككل بالتالي من خلال مخطط يوضح أهم النظريات التي تناولت التجارة الخارجية والاستثمار وتم تقسيمها إلى قسمين على مستوى الدولة ويعتبر القطاع طبعا العام وعلى مستوى الشركات وهو مستوى لواء القطاع الخاص من خلال هذا المخطط اللي أمامنا سنعرض إجمالا لكل النظريات المتعلقة بالتجارة والتجارة الدولية والاستثمار الدولي على مستوى الدولة وعلى مستوى الشركات على مستوى الدولة من أن نجاوب أيضا على الأسئلة التي طرحناها لماذا تقوم الدول بالتجارة كيف تستطيع الدول تحسين مزاياها التنفسية كيف تنتقل الشركات للمستوى الدولي كيف تستطيع الشركات أن تعمل على المستوى الدولي وأن تصنع مزايا تنفسية وتحافظ عليها من خلال طرحنا للنظريات المختلفة وبالنسبة للتجارة الدولية على مستوى الدولة وتكون هناك نظريات من خلال نظريات كلاسيكية تقليدية ونظريات معاصرة حديثة المظريات الكلاسيكية منها النظرية المركانيلية ومبدأ الميزة المطلقة ومبدأ الميزة النسبية أيضا نظرية عناصر الإنتاج ونظرية دورة حياة المنتج الدولي ونظرية التجارة الجديدة أما بالنسبة للنظريات المعاصرة فهي الميزة التنفسية للدول نموذج مايكل بورتر الماسي والسياسة الصناعية القومية نأتي الآن للإستثمارات التي سنتناول فيها تدويل الشركات وعملية التدويل الشركات والريادة الدولية عملية تدويل الشركات والريادة الدولية من خلال تدويل الشركات أيضا توضيحات مبنية على الاستثمار الأجنبي المباشر لأننا من القسم الآخر من الإدارة الدولية والاستثمارات الأجنبية لمنها سندرس الاستثمار المباشر والاستثمار الغير مباشر توضيحات ستكون على الاستثمار الأجنبي المباشر لنظرية الميزة الاحتكارية ونظرية التدويل ومنظومة النخبوية والانتقائية وتوضيحات غير مبنية على الاستثمار الأجنبي المباشر وهي شراكات التعاونية الدولية والشبكات والأصول العلائقية نأتي الآن لمعرفة النظريات الكلاسيكية التقليدية والوضع الراهن النظرية الكلاسيكية كان هناك تطور تاريخي قبل ما نستعرضها التطور التاريخي للتجارة الدولية بعد التورة الصناعية وبعد الحرب العالمية الثانية ظهرت التجارة الدولية لتساعد بصورة أفضل على ما وصلت إليه الأحوال الاقتصادية لمختلف شعوب العالم هذا الاهتمام بدرس الخلفيات لعدد أسباب ما هي الأسباب أن الظروف والأفكار والمفاهيم الاقتصادية التي كانت سائدة خلال الفترة التجارية في القرنين السادس عشر والسبع عشر ما ذال الكثير منها قائما حتى الآن فبالتالي حنتعرف على العلاقات الاجتماعية والاقتصادية لحقبة التجاريين وتطور التاريخي للتجارة الدولية كان المجتمع الدولي بالبداية مجتمع زراعي بصفة عامة حوالي 90% منهم يعملون في مزارع الإقطاعيين لكن هناك القليل من يعمل في مجال التجارة والحرف وكان فئة محدودة وهي فئة الأثرية اللي كانوا مقربين من الحكام أيضا كانت قطاع الصناعة ضعيف جدا باستثناء النسيج ويديره أصحابه كان أصحاب المصانع هو اللي يدير اللي هو عملية صناعة النسيج أما التجارة ازدهرت قليلا بعد اكتشاف العالم الجديد وبعض الأسواق من جهة الشرق إذن بالتالي كان زراعي تجاري بس قليل جدا صناعي ضعيف التجارة عموما كانت ازدهرت من جهة الشرق بعد ذلك ظهرت طبقة من كبار التجار الرأس ماليين وزادت التجارة عبر الحدود إلى دول العالم ظهرت أيضا دول قومية جديدة قوية مثل فرنسا، إنجلترا، إسبانيا وغيرها من الدول ساعدت على تحول فئة من التجار الكبار إلى طبقة برجوازية تتمتع بنفوز سياسي واقتصادي كبير لدى البلاط الملكي يعني اللي كانوا مسيطرين على الوضع في التجارة هم طبقة أذرياء أغنياء مقربين من الحكام والبلاط الملكي اللي يستطيعوا أن يقوموا بالتجارة وتبادل السلع ما بين الدول نستكمل الآن المفاهيم الاقتصادية خلال الحقبة التجارية خلال الحقبة التجارية اللي منسميها المركانيليتين اللي هم بسموهم المذهب التجاري وهذا المذهب كان سائد بأوروبا في الفترة الممتدة من بين القرن الخامس عشر إلى منتصف القرن الثامن عشر هذا المذهب يسموه مذهب التجاريين المركانيليتية اللي احنا حكينا عن النظرية الأولى اللي هي نظرية المركانيليتية اللي كانت خاصة بالتجاريين وهي أولى خطوات التفكير الاقتصادي الدولي ونقطة إطلاق السياسات والاستراتيجيات في المعاملات التجارية الدولية فزاد النفوذ السياسي لهذه الطبقة البرجوازية على الطبقة الحاكمة خاصة في فرنسا وبريطانيا فكان لها أثر كبير في التجارة الدولية وتشكلت فكرة التوسع الاستعماري ما بين التجار الأثرياء وبعض الصناعيين من جهة والسياسيين الذين يمتلكون أدوات القوة والعسكرية من جهة أخرى فبالتالي صار فينا هنا نقطة إطلاق سياسات والاستراتيجيات في المعاملات الخارجية من قبل الطبقة أو الحقبة التجارية وهو من طبق من خلال اللي هو المركانيليتيلي مذهب التجاريين المركانيليتيلي المفاهيم الاقتصادية نستكملها أيضا في تعظيم الثروة كانت النظر المقارن على الملوك أوروبا بعضهم ببعض يقارنوا بعضهم ببعض من خلال المنافسة المنافسة على تقوية نفوذ وثروات دولهم أدى هذا التنافس في مراحل متقدمة إلى استخدام القوة للاستيلاء على الموارد لزيادة تلك الثروة والثروة في نظرهم هي طبعا اللي كانت دائما تستخدم قديما ليذهب الفضة المعادة والمواد الخام فإذا كانت دولة ما لديها موارد محدودة وترغب بالحصول على موارد أكثر فإن ذلك لا يتم إلا بقهر ملك الدولة التي تمتلك تلك الموارد وهكذا تدنت الثقة وزادت الصراعات ما بين الملوك على التبادلات اللي كانت معظمها ذهب فضة مواد خام وبين فئات المجتمع من أجل النفوذ والقوة والثروة على حساب الآخرين هذا مسميه تعظيم الثروة لكن تعظيم القوة العسكرية لرغبة ملوك أوروبا في خلال الحقبة التجارية في زيادة وتعظيم الثروة والنفوذ والرقعة الجغرافية والسكان أعطت المحتوى المضمون لهذه الحقبة من التاريخ الاقتصادي واعتبرت القوة العسكرية أساس لا غنى عنه للاستلاء على موارد الغير والدفاع عن مصالح الدولة القومية إذن من خلال مفهومنا لتعظيم الثروة وتعظيم القوة العسكرية من كانوا يستغلوهم في اللي هو الاستيلاء على الموارد ومن ثم اللي هو يتم على موارد الموارد اللي طبعا الدولة اللي كانت تمتلكها كانوا يتم استغلالها من قبل التجاريين ومن قبل اللي هو القوة العسكرية فإنه خلال الحقبة هادي بزيد تعظيم الثروة والنفوز وبزيد اللي هو الاستيلاء على الأراضي والسكان فأعطتهم أعطتهم التمهيد يعني لا الاستيلاء على هذا لأنه وركزت على أساس أنه القوة العسكرية أساس لا غنى عنه الاستيلاء على الموارد هادي والدفاع عن مصالح الدولة وهكذا تشكلت الجيوش الكبيرة والأساطير البحرية لضمان التفوق العسكري ثم التوسع وساد العالم نظام استعماري يقوم على أساس الاحتلال والاستعباد ونهب الثروات من خلال القوة العسكرية وتعظيم ثرواتهم وزيادة الأموال والاستيلاء على الدول المختلفة نستكمل أيضا المفاهيم الاقتصادية خلال الحقبة التجارية من تعظيم الثروة وتعظيم القوة العسكرية والميزان التجاري من المفاهيم التي اعتقدت بها تجاريون خلال الحقبة هذه أن التجارة عبر الحدود ما هي إلا وسيلة لتعظيم الثروة بمعنى أنه ما زلنا ندرس مفاهيم اقتصادية خلال الحقبة التجارية التجاريين كانوا يستخدموا الميزان التجاري لتعظيم الثروة لإلهم كما اعتقدوا أن ثروة الدول تقاس بما لديها من معادن وذهب ثمينة وأن قوة الدولة تقاس بحجم ثروتها فإن لم تتوفر هذه الثروة ضمن حدودها الجغرافية فعليها جلبها من الخارج بالقوة وبالتالي التجارة ساعدت على ذلك التبادل بحجة التبادل ما بين الدول والاستيلاء على ما لدى الدولة الأخرى من ذهب ومعادن لتعظيم ثروتها وجلبها من الخارج حتى ولو بالقوة العسكرية كما فعلت القوة اللي هي المهيمنة على العالم وهي الاستعمارية وهي أمريكا وبريطانيا وفرنسا أم السعي إلى تحقيق الفائد في الميزان التجاري لأن الفائد كان يعتبر تحقيقا للثروة وتراكم الأموال والمعادن الثمينة وهو يعني زيادة الصادرات عن الواردات يعني ممكن الاستيلاء وجلب الثروة من الخارج بالقوة أو الاعتماد على ما لديها من فائد في الميزان التجاري وأنه ميزان التجاري طبعا مرفع أنه عبارة عن الصادرات والواردات فإذا كانت الصادرات أكثر فيكون هناك عندهم فائد في الميزان التجاري وتراكم الأموال ومعادن الثمينة لديهم بعد ما انتهينا من عرض المفاهيم الاقتصادية لدى التجاريين نستعرض خلاصة الأفكار عند التجاريين لازلنا نستعرض الحقبة التاريخية للتجارة الدولية سياسة الحاكم يجب أن تتركز على زيادة الثروة لأنها تعتبر شرطا لقوتها ونفوزها فبالتالي تصدق الرؤية ونؤكد أن التجارة الدولية هي مصدر قوة للدولة تعتبر مصدر قوة للدولة ومرأة لاقتصادها فبالتالي كانوا دائما يحرصون على زيادة الثروة لأنها تعتبر شرطا لقوتها ونفوزها فنادى التجاريون به أولا الاهتمام بزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وتنظيم الصناعة الوطنية أيضا فرض الحماية على الإنتاج المحلي بمعنى زيادة الصادرات وتقييد الاستيراد للسلاع التي يمكن أن تنافذ صناعاتهم في السوق المحلي والتالي كانوا يحرصوا التجاريون على الاهتمام بالإنتاج داخل الدولة بمعنى الإنتاج المحلي حتى لا يكون عندهم نقص في الصادرات فبالتالي زيادة الصادرات وتقليل أو تقييد الاستيراد للسلاع حتى يحافظوا على الإنتاج المحلي لديهم هذا بالنسبة لأفكار عند التجاريين أو أفكار التجاريين وفي ظروف معينة من تطور الأحداث في هذه الحقبة حقبة التجاريين بدأت تتعالى بعض الأصوات وتنادي بالحرية الاقتصادية تنادي بالحرية الاقتصادية ما هي الحرية الاقتصادية والحد من تدخل الدول في الأنشطة الاقتصادية لإفساح المجال أوام الحوافز الفردية انتبهت لها نقطة اللي هو تعظيم الثروة واللي هو تدخل العسكري والحصول على الثروة حتى لو بالقوة العسكرية أمام الحوافز الفردية لزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف وتعظيم الأرباح فظهرت المدرسة التجارية التقليدية اللي حكينا عنها اللي هي مدرسة الكلاسيكية لمن ضمنها هل ندرس النظريات المختلفة اللي هي نظرية نسبية والمطلقة وعناصر الإنتاج وغيرها من النظريات اللي سنتعرف عليها إن شاء الله ظهور المدرسة التجارية التقليدية ظهرت في وقت لاحق العديد من الاقتصاديين العلميين الذين ساهموا في إرساء المفاهيم الحديثة وسميت بالمدرسة التجارية التقليدية التي كان مؤسسها الأول هو آدم إثمث آدم إثمث هو عالم إداري كان مؤلف لكتاب ثروة الأمم صاحب نظرية الميزة المطلقة وأيضا ديفيد ريكاردو واضع نظرية الميزة النسبية وصاحب نظرية الميزة النسبية ومن ثم نظرية نسب عناصر الإنتاج لهكشار وأولين أو أولين وهيك ما يكون تعرفنا على الأصحاب المدرسة التجارية التقليدية والنظريات اللي حنتم استعراضها بإذن الله تعالي الآن نأتي إلى النظرية المطلقة لآدم إثمث صاحب ثروة الأمم ولنادى بالحرية الاقتصادية والتبادل التجاري والحد من تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية للأفراد والمؤسسات والحد أيضا من دورها في تنظيم الاقتصاد والرقابة عليه من حيث فرض جمارك والرسوم على الواردات ووضع السياسات المقيدة للتبادل التجاري وقوانين الحماية وأكد على أهمية التخصص في العمل لدى الأفراد والمصانع ولأهمية المنافسة الحرة داخل السوق المحلي بمعنى أن آدم إثمث وضع حجر الأساس لقاعدة تقسيم العمل يعني لما نأتي الآن لأفكار آدم إثمث وما نادى به آدم إثمث نادى بتنظيم الاقتصاد والحد من الرقابة والحد من فرض جمارك والرسوم على الواردات ووضع السياسات المقيدة للتبادل الرجال وقوانين الحماية كل هذا منع تدخل الدولة في الشؤون اللي سبق ذكرها أكد على أهمية التخصص في العمل نحن نعرف في الإدارة تقسيم العمل للعلماء الإدارة من ضمنهم هيلريفاير وأدم إثمث وفريدريك تايرر أكد على أهمية التخصص في العمل لدى الأفراد والمصانع وأهمية المنافسة الحرة داخل السوق المحلي وحماية السوق المحلي وبهيك وضع حجر الأساس لهذه القاعدة تقسيم العمل نأتي الآن لشرح نظرية الميزة المطلقة لآدم إثمث طبق آدم إثمث أفكاره لتم طرحها مسبقا قال إن بعض الدول أو بعض البلدان قد تمتلك ميزة طبيعية في إنتاج سلعة معينة مقارنة بالدول الأخرى بمعنى أنها تنتج سلعة تكون مميزة في إنتاجها وبتكاليف مواردها موجودة وأسعارها وتكلفة أقل وتمتاز عن دولة أخرى تنتج منتاج آخر أو سلعة أخرى يكون معروف من الصعب منافستها في تلك السلعة من جانب أي دولة أخرى بمعنى أن لها الميزة المطلقة في إنتاج تلك السلعة أو في تقديم تلك الخدمة بمعنى أن الدولة متخصصة في صناعة تلك الصناعة على أساس نفرق ما بين نظرية الميزة المطلقة ونظرية الميزة النسبية نظرية الميزة المطلقة لأدم الثبيس ونظرية الميزة النسبية لريكاردو بالنسبة لنظرية وضحت أن الدولة تمتلك ميزة طبيعية في إنتاج سلعة معينة مقارنة مع الدول الأخرى افترض أن التجارة الدولية والمنافسة في الأسواق تتطلب وجود ميزة مطلقة بالكم الكبير من الإنتاج وبالجودة المطلقة طالما إنها تمتاز تلك الدولة بإنتاج سلعة معينة إذن بالتالي سيكون هناك جودة هناك كم كبير من الإنتاج ويرى آدم أن قيام التجارة بين الدولتين سوف يفيدهما وبالتالي هناك أهمية للتبادل التجاري ما بين الدولتين العمل فكر الاقتصاديين التقليديين طالما نحن نحكي عن نظرية الكلاسيكية إذن قلها تقليدية هو العنصر الإنتاجي العمل هو العنصر الإنتاجي الوحيد حيث تتحدد قيمة السلعة بكمية العمل اللازمة لإنتاجها فالعمل هو مقياس القيمة العمل مقياس القيمة ونحن نعرف أن العمل من عناصر الإنتاج العمل وتكليف النقل غير مهمة أو معدومة ثبات مستوى التقنية المستخدمة والطلب على السلعتين إذن افتراض نظرية الميزة المطلقة أن العمل العنصر الإنتاجي الوحيد اللي بحدد قيمة السلعة بكمية العمل اللازمة لإنتاج تلك السلعة مقياسها القيمة مقياس القيمة تكليف الإنتاج غير مهمة أو معدومة يعني لا يوجد تكليف إنتاج ثبات مستوى التقنية المستخدمة والطلب على السلعتين طالما هذه الإفتراضات لآدم إذن العالم مكون وافترضنا إحنا أيضا العالم مكون من دولتين هما دولة الشمال ودولة الجنوب ينتج كل منهما سلعتين هما القماش والقمح وتعيش كل منهما منعزلة عن الأخرى يعني الشمال والجنوب عند بنتجه سلعتين القماش والقمح كل دولة منعزلة عن الأخرى لفهم نظرية النسبية لابد من تحديد من الدولة التي تتميز بإنتاج السلعة حتى تقوم بتبدلها مع الدولة الأخرى وبذلك تكون هذه نظرية المطلقة المطلقة وهي أنها مميزة للسلعة التي تقوم بإنتاجها الدولة تبقى لعدد الكمية العمل وتبقى للتكاليف القليلة والطلب على السلعتين ومن عنده الميزة المطلقة للتبادل مع الدولة الأخرى في السلعة المنتجة لا توجد أيضا هنا لا توجد بينهما تجارة أو انتقال لعناصر الإنتاج أو السلع ستتبادل السلعة كاملة متكاملة ما بينهما بين الأخرى يعني هنا بحيث أنه لا توجد بينهما تجارة أو انتقال لعناصر الإنتاج أو السلع احنا عارفين العناصر الإنتاج العمل والأرض ومواد إذن والمال طبعا نأتي للمثال اللي شرحه على مثال بسيط على الميزة المطلقة بالتفصيل حتى نزيد من فهمها لنفترض دولة الشمال دولة الشمال ودولة الجنوب السلعة تكلفة العمل بالأيام لإنتاج وحدة من السلعة هذه ستعطيني القماش والقمح لو دولة الشمال تنتج ثلاث وحدات من القماش ودولة الجنوب خمسة لكن القمح دولة الشمال أربعة ودولة الجنوب اثنين نأتي أو نلاحظ من خلال هذا الجدول أن دولة الشمال لها ميزة مطلقة في إنتاج القماش لأن تكلفة إنتاج الوحدة ثلاث أيام على أساس العمل ثلاث أيام عمل مقابل خمسة أيام عمل في دولة الجنوب لأن احنا منقيس لإنتاج من خلال تكلفة العمل بالأيام طالما تكلفة العمل بالأيام عندي ثلاثة أيام مقابل خمسة أيام يعني ممكن تنتج السلعة في ثلاث أيام دولة الشمال لكن دولة الجنوب بخمس أيام بالتالي ولدولة الجنوب خلينا نكمل ودولة الجنوب ميزة مطلقة في إنتاج القمح حيث أن تكلفة إنتاج الوحدة 2 يوم عمل مقابل 4 أيام إذن لها ميزة مطلقة عن دولة الشمال بإنها بيومين 2 مقابل 4 أيام لدولة الشمال فبالتالي دولة الشمال تمتاز بإنتاج القماش لكن دولة الجنوب تمتاز بإنتاج القمح هذا يعطي حافز للسعين للربح لشراء القماش من أين سيأتي بشراء القماش من دولة الشمال لماذا؟ لأنه لديها الميزة المطلقة في إنتاج القماش من خلال مقياس وهو إنتاج الوحدة خلال 3 أيام مقابل 5 أيام عمل في دولة الجنوب وبالتالي تمتاز عليها لكن وأيضا هنا الحافز اللي بيخلينا نشتري القماش من دولة الشمال وأيضا بيعه في دولة الجنوب لأن دولة الجنوب تحتاج إلى أن تشتري بتقليف أقل فتأتي من شراء السلعة من دولة الشمال وكذلك شراء القمح من دولة الجنوب وبيعه في دولة الشمال وبيعه أيضا بربح لماذا؟ لأن دولة الجنوب تمتاز ميزة مطلقة في إنتاج القمح فبالتالي بتبيعه لدولة الشمال وبتبيعه أيضا بربح لماذا؟ لأنها بتنتجه بتكاليف أقل وتمتاز بإنتاجه مضمون النظرية أن التجارة بين البلدين تفيدهما معا وتعمل على زيادة الناتج العالمي إذ استثمرت كل دولة في التخصص في السلعة التي تمتلك فيها ميزة مطلقة فبالتالي نظرية الميزة المطلقة لآدم ثمث هي نظرية كلاسيكية تقليدية على تبادل السلع بحيث تكون لكل دولة ميزة مطلقة في إنتاج السلعة لديها لكن لم تسلم هذه النظرية من الانتقادات التي وجهت إليها على الرغم من الأساس الصحيح لتجارة دولية الذي تضع هذه النظرية إلا أن هناك بعض الانتقادات التي وجهت لديها ما هذه الانتقادات؟ مثلا لم تدرس مسألة توزيع المكاسب بين الدولتين وكذلك بين المواطنين وماذا لو أن أحد الدولتين تتمتع بميزة مطلقة لنهتم بهذا النقطة أنه في إنتاج كلاس سلعتين فهل يوجد سبب لقيام التجارة بين البلدين؟ هادي النقد اللي نقدوه لنظرية المطلقة بأنه في إمكانية لإنتاج كل السلعتين ما خددش في الاعتبار مين اللي وضح هذا الشيء؟ ديفيد ريكاردو اللي أتى بنظرية النسبية حتى يعني من ضمن الانتقادات كان هذا الانتقاد فأتى ديفيد ريكاردو بنظرية النسبية والنظرية النسبية خلينا نتوقف عند النظرية النسبية على أن يتم شرحها إن شاء الله في اللقاء التالي وشرح النظريات الأخرى أيضا على أمل اللقاء بكم تمنية لكم بالنجاح والتوفيق طلابنا الأعزاء ترجمة نانسي قنقر